من الأمور المهمة شباب لماذا نرفع الخبز ثلاثة مرات أو ممكن حتى أفضل خمسة مرات ما هو السبب هنا في هذا الرفع عندما نرفع الوعاء الموجود فيه خبز هذا له دلالات عميقة جدا بحيث أريد أن أقول شيء مهم أنت عندما ترتفع يعني تترك الأرض وتعيش في البعد الرابع سوف تبدأ وحقيقة هذا الذي سوف يحدث تبدأ تقول لماذا لم أكن أرفع الخبز عندما كنت تناول الخبز لماذا لم أكن عندما أتنفس لماذا لم أكن أبارك نفسي فتجدون في البعد الرابع سوف تكتشفون أن الحركات تكون محسوبة حسابات كونية يعني حركاتنا طريقة تصرفاتنا حتى النظر طريقة نظرنا تناول الطعام ارتداء ملابسنا فهذه كلها أقصد من البعد الرابع محسوبة حساب دقيق فأريد أن أكرر يعني عندما نترك الأرض نقول لماذا لم نكن نطبق مثلا هذه الحركة أو تلك الحركة الآن نرجع إلى الأرض تجدون أيضا في كثير من الطوائف الروحانية عندهم مسألة الرفع يعني رفع الأشياء إلى الأعلى فهذه أريد أن أكرر شباب فيها دلاء روحانية عميقة جدا ومهمة جدا فرفع الخبز إلى الأعلى إشارة إلى انتهاء الوهم انتهاء المادة التي تقيدك فإعلان أن كل شيء عبارة عن ضوء هو هذا رفع الخبز إلى الأعلى كل شيء عبارة عن محبة كونية وكلنا يعني نحن والكون الأرض الكواكب المجاميع الكونية الحضارات الكونية كلنا متحدون الرجوع للحقيقة فهذا هو معنى الرفع في غاية الأهمية حقيقة جدا مهم وحتى أيضا عندما تتناول كأس الماء يعني ترفع كأس الماء وأيضا الشموع يعني أيضا نعمل جلسة نقوم برفع الشمعة إلى الأعلى أريد أن أكرر موجودة يعني كثير في الإنترنت تجدون طوائف الروحانية يقومون بتطبيق رفع الأشياء ليس فقط رفع الأشياء تجدون حتى ملابسهم فيها غاية حتى الكراسي التي يجلسون عليها فيها فكرة روحانية حتى طريقة مشيتهم حتى غناءهم حتى الأدوات التي يستعملوها كلها إشارات فيها معاني روحانية أقصد معاني كونية تشير كلها إلى التطور الروحي الصعود ترك الوهم انتهاء الوهم بمعنى انتهاء المخاوف انتهاء الأمراض هكذا فأنت عندما ترفع الخبز أنت تعلن انتهاء الوهم يعني انتهاء المعاناة انتهاء الأمراض انتهاء الفقر انتهاء الموت وأنت متحد مع الحب مع الجمال بمعنى القوة الأبدية أنت تصبح القوة الأبدية وأيضا برفع الخبز إلى الأعلى أنت تكون في موقع الاستلام لاحظوا يعني أنت تستلم القوة الكونية يعني أنت تستلم بركات الكون أنت تستلم أن الكون سامحك ممكن على أخطائك هكذا التصحيح يعني أنت عندما ترفع الخبز إلى الأعلى فيصحح وعيك ينظف وعيك يتطور وعيك فالكون هنا يباركك فأنت تستلم مكرر عندما ترفع الخبز أنت أيضا تكون يعني في وعي الإسلام تستلم حب تستلم حكمة نعم تستلم حكمة تستلم حماية أنت الآن متحد مع الضوء الذي هو أنت أنت متحد مع الضوء الذي يحبك عن طريق يعني فقط هي هذه العملية تشير أنك أنت متحد يعني راجع إلى حقيقتك متحد مع الكون الأبدي والذي هو هذا غايتنا يعني نحن متجهون باتجاه الأبدية فهذه الأمور الرحانية التي نطبقها ما هو المعنى فيها شباب الجواب يجب أن تعرفوا أننا عن طريق هذه الأمور الرحانية بمعنى نحن نتجه باتجاه الأبدية نترك الوهم ونصعد إلى أبديتنا يا عزيزي تفضلي يعني أنا أقول أنه يجب أن نعي كل شيء نفعله نأكل ونعي لماذا نأكل ليس نأكل لكي نمتلئ نأكل لأجل القداسة لأجل الروحانيات صح جدا لكي ندخل إلى العمق إلى الداخل إلى حقيقتنا صح بمعنى كل حركاتنا كل فعالياتنا نعم كل شيء نفعله نسائله نعم نفكر فيه ونسأل لأنه فيه عمق روحي وعندما تسمع كلمة عمق روحي بمعنى نحن نترك الضعف نترك لاحظوا عمق روحي يعني نترك الضعف نترك المخاوف نترك القلق نترك الأحزان فهو هذا العمق الروحي ونصعد إلى أبديتنا وهو كل المادة التي نتفاعل معها مثلا الطعام الشموع هي ليست كما نحن نراها كمادة هي مش هيكة بل هي فيها عمق روحي لكن تجد لأننا برمجنا فتجد مثلا الناس يقول لك تعال بسرعة بسرعة اعطيني هذا الخبز تعال بسرعة أعطيني ماء أعطيني هذا الطعام أطبخ الطعام بسرعة هذا غير صحيح أقصد في التفاعل مع العالم المادي بهذه الطريقة المادة هي تعبير الرب أو تعبير الكون وهي المادة أيضا لأنها تعبير الكون هي تساعدنا على أن نرتقي بالوعي لأنها تباركنا بالمناسبة يعني الماء يباركنا فعندما أنت تركز على الماء الماء يباركك هو هذا يبدأ التفعيل أنت عندما تتناول الخبز قطعة الخبز وتبارك الخبز وتبني هذه البنات الإيجابية فالخبز يرفعك نعم الطعام يرفعك المادة لا تراها كمادة وأنا أقول هذا باستمرار المادة تراها أدوات تفعيل أو فرص لمساعدتك لكي تطورك بالروح سواء كان الجبل مثلا الغابات أنا قلت باستمرار تجدون طواف روحانية مثلا يجلسون في غابة فلماذا يباركون الطبيعة ما هو السبب وحتى الأدوات التي لديهم تجدوها أدوات جدا غريبة يعني أنواع البخور والأحجار والقلائط وحتى الأغاني ما هو السبب لأن هذه الأمور التي يتفاعلون فيها فيها عمق روحي تصعدهم تصعدهم إلى إلى عوالم أخرى من أجل الاتحاد مع الكون نعم والاتحاد مع الكون من أجل أن الإنسان يعيش الأبدية بمعنى الحقيقة ما هي الحقيقة؟ الحقيقة هي الحرية الأبدية ما فيه موت ما فيه مرض ما فيه قلق ما فيه خوف من عدم أنك لا تملك المال في الشهر القادم كله ينتهي فالطعام والخبز يعني الطعام الخبز يدعمك ممكن هذا يزمكم نعم فيه دعم روحي الخبز بالذات فيه دعم روحي جدا كبير يحميك يباركك حتى يزيدك حكمة الخبز نار الشمعة الأجهار الغابات البحار الهواء هذه العناصر التي وضحناها ترجمة نانسي قنقر